انا بحضراتكم من جديد وشوفنا كل ما سبق عن سواء الخواجة والدين عقلك او التحرش القانوني بالنادي الاهلي لكن بقي كلام مهم ب بعض متلسانه وفن تصدير الاكاذيب كما لو كان عندنا فائض من الانتاج العشوائي بتاع اداءنا الاعلامي فبقينا نصدر جزء منه للخارج عشان يرتدي الينا في شكل بقى بعض الفيديوهات بعض الاجتهادات ونلاحظ انه لدى البعض من الاخوة الاعلاميين العرب صورة معكوسة جاية من الداخل جاية من كلام بيتقال محدش بيرد عليه او محدش بيهتم بتجذيبه وتوضيحه فيحق او يبني صورة ذهنية خاطئة في الخارج احد اشكال هذه الصورة الذهنية الخاطئة جدا بالنسبة للنادي الاهلي ونصاعد بطولاته كان على لسان الاعلامي السعودي الاساز وليد الفراج كان بيسأل عن حكم مباراة الاهلي والزمالك الاخيرة اللي كانت اتلعبت قبل ما كنا بنطلع لحضراتكم سأل الاساز وليد فراج لكابتن سامير عثمان هو مين حكم القمة نشوفه ونشوف تعليقه ونشوف الحكاية الاهلي والزمالك يوم الجمعة الزمالك المحليين والمصريين لا مصريين متأكد لا متأكد او ايب الاهلي عيكسر يلا شكرا لك طيب هو يعني طبعا اعلامي مهم وكبير لكن التعليق اللي قالوا طب ايه رأي بعض المباراة لما شاف الاحتواء ولما شافوا قرارة الادارة المباراة احنا الوقت في وقت ادارة المباراة مانجمنت مش التحكيم ما زلت عند رأيك ان الاهلي والبي جامل طيب لانه الاساز وليد الفراج اعلامي جاد وحد له رأي وحد فعشان كده لازم ان نناقشوا بالمنطق والرقم والحقيقة وبيننا وبينه الرقم والحقيقة اللي حيشوفها على الشاشة لقاءات القمة بالحكام الاجانب سيبك من المصريين يا سيدي ما ده بالحكم المصري بيكسب الاهلي طب الاجنابي بيكسب مين لقاءات القمة زي ما هتشوفوها حضراتكو البطولات المحلية الحكام الاجانب فيها 98 حكم اجنابي في تاريخ لقاءات القمة يا اساز وليد 92 حكم اجنابي عارف مع 92 حكم اجنابي الاهلي فاز طب نعرضوا لأول صوت وصورة وبعد كده نناقشوا اشتركوا في القناة تاريخ الاجانب فيها 90 حكم اجنابي للقاءات القمة مدام المصريين بيكسبوا الأهل الاجانب بيكسبوا مين تخيل انه الاهل فاز على الزمالك في صافرة أجنبية 40 مرة وده تقريباً ضعف المرات اللي الزمالك فاز فيها على الاهل بصافرة أجنبية يعني احمدوا ربنا انه جوم مصريين جوم حكام الاحتواء لانه الزمالك فاز على الاهل في حضور صافرة أجنبية 22 مرة مقابل 40 مرة وتعادلوا 30 مرة وتعادلوا 30 يعني الرقم الأكبر في الثلاث حالات هو للأهل أربعين فوز 22 فوز للزمالك طيب مباراة الأهل والزمالك بقى خلينا في أفريقيا في دورة أبطال أفريقيا وهما حكام أفرق يعني البطولة قرية والحكام أفرق ولا شأن مصري خالص تخيل أن الأهل والزمالك يلعبوا عشر مباريات في أفريقيا الأهل كسب ستة بس عارف الزمالك كسب مرة يعني ستة واحد ستة واحد والمرة الوحيدة للزمالك وثلاث مرات تعادل بس ستة للأهل ومرة للزمالك وبالمناسبة المرة بتاعت الزمالك كان حكم مباراة الصوبر أو كانت مباراة الصوبر في 94 في جوهانس بيرج الأهل والزمالك الحكم الجنوب أفريقي بيتروس متابلة وكان أداءه في المباراة سيء جدا 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 حتى أنه بعدها بكم سنة تم إلقاء القبض عليه في وقائع رشا في جنوب أفريقيا وزمانه محبوس وشطب من سجلات الاتحاد الجنوب أفريقي إذن مع الحكام الأفارقة في بطولات قرية يا أستاذ وليد الأهل فاز ستة تعادلوا ثلاث مرات وإذا مالك فاز مرة واحدة طبعا لو هنتكلم على اللي حصل من الحكم المصري زي ما المهندس أحد يفكرك خد بقى الاحتواء وخد المانجمنت وخد الاعترافات اللي حصلت وأعتقد المسألة كانت واضحة جدا ده على سبيل توضيح الصورة لا أكثر طب إذا كان الأستاذ وليد الفراج وهو إعلامي كبير ومهزب في الآخر يعني يقلق فيه كده رجع بعد كده يعني صلحه لكن شوف بقى الناس أنا هقولك بدون ما نعرض يعني وليد فراج رجل رأيه يعتد به لكن أسمع أنه إعلامي كويتي ولوزنه لغته فيه احترام بالضبط